وصلت شحة المياه إلى الفلاحين في محافظة كاركوك بعد أن قلت إطلاقات الماء من سد دوكان والذي أثر على الزراعة لذا يطالب الفلاحون في زيادة الإطلاقات المائية وإلا ما تزرع كله تقريباً هذه المنطقة تحوي 21 ألف دونم عليها ألاف العقود مئات العقود من الفلاحين على ألاف الدوانم هذه المنطقة تعاني منذ أكثر من شهر من شحة المياه تماماً المفروض أن يكون حصة مائية تطلق وتصبح مراشنة ما بين مقاولة ومقاولة ومنطقة ومنطقة لكن هذه المنطقة بالذات المراشنة مالتها مدى تصبح بشكل صحيح ومدى يسمحون بإطلاق الموارد المائية مدى تطلق الحصة مالتها بشكل صحيح وعادل وبالتوازي مع باقي المناطق حتى يمكن أن يرتفع منسوب الماء ويغطي كل الأراضي والقنوات الري في هذه المقاطعة الزراعية التي تشمل 21 ألف دوانم مهددة بالجفافة عزها الفلاحين إلى أسماب فنية كعطل البوابات الألكترونية منذ أربعة سنوات بعد تعرضها للتخريب وهذا العطل يمنع ارتفاع منسوب المياه ليصل إلى قنوات الرأي هناك أسباب فنية هذه الأسباب الفنية لا تتعالج بالشكل الصحيح من قبل إدارة المشروع هذه القناة قريبة من النظم الأول النظم الأول الذي تعرض إلى تخريب قبل أربع سنوات وبواب تيان بيه الآن عطلات هو يشتغل نظام الألكتروني طبعا نظام عالمي فإحنا ما جاء يصير كل ما يصير شحة بالمي كل ما منعت السماء من المطر كل ما إحنا عانينا من هذا الموضوع آلاف من العوائل تحتاش على الزراعة لكن الإهمال الحكومي بدى واضحا وعزاه مراقبون أنه متعمد من أجل قتل الزراعة واستيراد المحاصيل من دول الجوار لقناة التغيير صعدون السلطان كاركوك خزق الخزق